موسيقى مساء الخير مشاهدين العزاء و أهلا وسهلا بكم و حلقة جديدة من برنامجكم صحتك بالدنيا موضوع حلقتنا اليوم هو ضربات الرأس عند الأطفال ماذا ينتج عنها كيف نتعامل معها متى نلجأ إلى الطبيب في حالة حدوثها و أسئلة كثيرة طبعا راح نحاول ركزها خلال الفترة اللي راح يكون معنا فيها ضيفنا العزيز الدكتور أمين ثلجي استشاري طب الأطفال و حديثي الولادة اللي بنقول له مساء الخير دكتور أمين مساء النور كل عام طب خير و انتبقى الخير إن شاء الله دكتور أمين طبعا إحنا وقتنا اليوم أقل من الحلقات المتعودين عليها ولكن راح نحاول نركز بشكل كبير جدا على موضوع الحلقة طبعا إحنا مشاهدين بإمكانكم الاتصال و التواصل معنا خلال الحلقة و من بدايتها على أرقام هواتف للسيديو راح تظهر الآن أمامكم على الشاشة أو من خلال صفحتنا على الفيسبوك دكتور أمين ضربات الرأس عند الأطفال من الأشياء الشائعة جدا أسباب حدوثها في البداية بشكل عام الطفل وين بيكون موجود ممكن يتعرض لضربات في الرأس نبدأ في البيت السقوط في البيت اللي ممكن يحدث في أي وقت عن قطعة أثاث عن دراج عن لا سمح الله نافذة ما فيش عليها حماية يعني أو إذا الطفل كان على دراجة و تعرف الأطفال سقط عنها و دهدل عن دراج يعني هذه الإمكانيات اللي ممكن تأدي لضربات الرأس في البيت ممكن الشيء يكون خارج البيت على دراجة أو بسكليته الطفل حوالين البيت أو في الشارع وهذا أمر جدا مهم منه أن ننتبه له قد يكون الطفل لا سمح الله موجود في سيارة عند حدوث حادث سيارة أيضا قد يحدث ذلك خلال الرياضة أو خلال شجار يعني هذه الأمور اللي ممكن تأدي إلى ضربات الرأس عند الأطفال نعم كتور أمين يعني في حالة حدوث ضربات الرأس عند الأطفال في البداية يعني قبل ما نروع على الدكتور ولو نوصل غرفة الطوارئ في البيت كيف الأهل لازم يتعاملوا مع ضربات هاي بشكل مبدئي في البيت طبعا بيت الميد على طبيعة الضربة مثلا الطفل اللي سقط عن ارتفاع متر أو أكثر هذا بده اهتمام زائد يعني مهم جدا أنه انراقبه منيحة وحتى من الحالات اللي بأنصح أن الطفل ينتقل إلى مركز صحي للمعينة أو طبيب مرتاني إذا كان الارتفاع متر أو أكثر هذا مهم إذا كانت الضربة ناتجة عن جسم سريع جسم سريع هذا أمر أيضا مهم جدا لأنه ممكن طبيعة الضربة هذه تأدي إلى تلف أو أضرار داخل الجمجمة والدماغ اللي هو هذا اللي بنهتم فيه احنا في الواقع نعم عمر الطفل مهم الطفل اللي عمره أقل من سنتين قد يكون هناك إصابة وضرر داخل الجمجمة ونكون غير قادرين حتى الأطباء ممكن ما يكونوش قادرين على تحديد إذا كان تحديد إذا فيه ضرر نعم حجم الدرر فالأطفال الأقل من سنتين وبخص بالذكر الأقل من ستة شهور بدهم مراقبة يعني أكثر من غيرهم وحتى بأنصح أنه الأهل يتوجهوا فيهم للمستشفى الطفل طبعا اللي بعد ضربة الرأس ممكن أنه يفقد وعيه أو يتشنج بالضبط يعني هل العلامات اللي إحنا في البيت لازم نراقبها يعني الأهالي ولد وقع طبعا مفهوم إذا الولد وقع عن ارتفاع عالي إذا كان فيه ضربي بالرأس واضحة يعامل له مثلا جروح الأهل طبعا مباشرة بياخدوها على المستشفى ولكن ولد وقع من ارتفاع مش كتير إحنا مش عارفين شو حجم الدرر في البيت شو لازم نراقب علامات حيوية دكتور أمين مهمة يعني ممكن الطفل تلاقي دع دورة على رأسه أنا أنا معك في الحالة هذه إذا الطفل وضع العام جيد وما فيش عنده استفراغ أو ما استفراغ أكتر من مرة إذا الطفل ظل صاحي ما فيش بكاء شديد ما فيش نعاش زائد ما فيش سائل بخرج لا من الفتحات الأنف أو الأذنين وأيضا إذا الطفل يعني بحالة الطبيعية بيلعب نشيط ما في داعي إلا إنه بس الراقب الطفل في البيت وفي حالة ظهور أي أعراض عكسي لأنا ذكرتها يجب التوجه إلى الطبيب أو المستشفى في الحالة نعم وجود علامات زي التقيق دكتور أمين أو التقيق أو الإغماء شو بتعني إلا إحنا عادة منقول إذا التقيق زاد عن مرة لأنه بعض مرات مع ضربة الرأس ممكن ردة الفعل الآنية للطفل إنه يستفرغ مرة نعم هذا الجهاز العصب يمكن أو البكاء بيبكي الولد فممكن يستفرغ مرة مرة استفراغ في طفل موضوع العام جيد ممكن إنه ما نعتبرهاش من علامات الخطر اللي بتستوجب نقل الطفل إلى المستشفى نعم حدوث إغماء أمر مهم لا الإغماء مش مسموح فيه إذا الطفل بتوقف عن نشاطه العادي وإنه يكون صاحي وبتفاعل مع المحيط اللي فيه هذا أمر أيضا مش مسموح فيه نعم فحدوث تشنج أيضا تشنج أمر مهم جدا بحيث إنه يجب أن يكون من العوامل اللي تدفع الأهل إنهم مباشرة يلجأوا إلى المستشفى نعم نعم ومنهم نقول لكل الإخوة المشاهدين والمشاهدات في حالة حدوث سقوط طفلكم وخصوصا تلقي يعني كان فيه ضربة مباشرة على الرأس عليكم بمراجعة الطبيب فورا وخصوصا إذا كان هذا برافقه الإغماء أو التقيئ المتكرر وكذلك بعض حالات التشنج طبعا اللجوء إلى المشورة الطبية لا يعني أن الطفل لازم يكون فاقد الوعي عشان نروع على المستشفى لا أحيانا زي ما تفضل الدكتور أمين نحن نرجع إلى الطبيب من أجل وضع تشخيص وأحيانا حتى الأطبة بتغلبوا فضع التشخيص إلا من خلال استخدام بعض الصور والفحوصات الطبية أكتور أمين طيب وين الخطر اللي عادة بيكون أو إيش اللي بيصير عند الطفل اللي بياخد ضربة على الرأس والخوف دائما من حدوث نزيف نعم أو تهتك في الدماغ نتيجة الضربة اللي طبعا بيعتمد على طبعتها يعني هذا هو الخطر الرئيسي اللي ممكن إذا أهمل ولم يتم اكتشافه وعلاجه في الوقت المناسب أن يؤدي إلى عاقة شديدة بل أيضا الوفاة فالأمر مهم جدا أنه ننتبه له ونعطي الموضوع ما يلزمه من اهتمام هذا في حالة النزيف طيب عادة لما بالنائب الكبير أو الصغير بيكون فيه ضربة على الرأس بصير فيه عندهم شغل اللي احنا بنسميها أو الارتجاج الدماغي هل هذا الارتجاج الدماغي ومن علاماته طبعا هو التقيق وأحيانا الإغماء هل هو خطر؟ يعني هل بحاجة إلى مساعدة طبي لا بالتعريف بيكونش فيه تلف في الدماغ في الحالة هذه لكن هناك أعراض مثل ما تفضلت اللي هي ألم في الرأس وممكن دوخة لفترة محددة لكن بيكونش فيه تلف في الدماغ هذا المسمي ارتجاج هذا ما بترك عثار بعيدة المدى على الطفل نعم وهذا ما بخوف اللي بخوف أنه حدوث تلف تلف نزيف وتلف في الدماغ نتيجة الضربة نعم طيب هون بياخدني لسؤال مهم جدا دكتور أمين وهو أنه إحنا في فلسطين وبجوز إحنا اللي في العالم ضيرين بناستخدم اللي هو الدراجة أو العرباية المنزلية اللي بيحطوا الطفل فيها عشان أمه بدها تكون مجغولة في إشي تاني بتحطه على العرباية وببلش إطارد في البيت هل في حد ضل في الدنيا بيستخدمها بجوز بس بس بصنعوها لإنه ولا لا يعني ممكن ما يكونش مبالغة هلا بشكل عام أنا بتتفق معك إنه الدراجة نعم المتحركة للطفل ما لهاش ضرورة وقد تكون ضارة بل قاتلة طيب قول إنها ما لهاش ضرورة يعني ليش نمشي الطفل قبل الموعد اللي المفروض إنه يمشي فيه اللي هو جسمه المفروض يتكون ويتشكل وعلاقة الدماغ والتوازن والتعادل ما في داعي إنه نمشي لأنه إذا مشناه في وقت غير مناسب راح نسمح له إنه يوصل صحيح إلى أماكن قد يكون فيها سوائل حارة ممكن إنه تحركه أو ممكن إنه تنكب عليه وتحركه أدوية ممكن إنه ياخدها وتسمم فيها نعم أيضا قد يصل إلى مكان يؤدي إلى السقوط يعني فيه منشوف أطفال نعم الطفل بيكون على الدراجة والأهل حتى بكونوا إحنا كنا متأكدين وبدير بالنا وما منعرفش كيف الشغل صارت نعم تؤخر المشي الدراجة تؤخر المشي تؤخر المشي طيب سؤالي هل بيأثر على هيكل عظمي تبع الحوض وخصوصا إحنا بيكون يعني قاعد بشكل يعني الحوض تبعه بشكل منفرج هل بأثر على نمو العظمي لا ما فيش دراسات تؤكد تؤيد ذلك لكن من المعروف أنه المشي مشي الطفل على الدراجة راح يقوّل عضلات اللي مالهاش علاقة بالمشي لما الطفل يمشي بالدراجة العضلات اللي بتتدرب اللي هي عضلات الساق صحيح اللي هي مالهاش علاقة بالمشي صحيح نعم فإحنا مش عم منساعد طفلنا يمشي أسرع لما منحطها على الدراجة نعم هل فيه دراجات خلينا أقولك نعم في بعض البلدان يعني لأنه ممكن يلزم أنه الطفل يكون في مكان يعني آمن الطفل يلعب فيما شيء يشبه الدراجة بدون أنه ما تتحرك متأسف ففيه دراجات بتنعمل بحيث أنه قطرها ما يسمح لهاش أنه تخرج من الباب أيضا تكون القاعدة متوازنة لدرجة أنه ما تسمحش للدراجة أنه تكلب نعم نحن بالنهاية بس بقول أنه استخدام الدراجات الموجودة عندنا هو خطأ وليس لازم تعامل فيه ومن هون بتوجه لكل الأمهات وكل الأخوات يعني أنا أعرف إنكم تكونوا مجغولين أحياناً بجوز في المطبخ بجوز في أشي تاني بجوز إحنا أشغالنا كتيري صارت من مخاطر الدراجة كمان غير اللي ذكروا الدكتور أمين هو عملية تضحرج الطفل وضرب الدراجة في أطراف البيت يعني مرة بضرب في الحيطة اللي هون مرة بضرب في الحيطة اللي هون قد لا يكون هناك ضرب مباشر لرأس الطفل ولكن تخيلوا حالكم حدا بيهزكم كل دقيقة ولا كل دقتين على مدار ساعتين ثلاثة الدماغ بيصيبوا حالي من يشابه الضربة ولكن بيصيبوا حالي من ارتجاج الدماغي اللي ممكن مع الوقت تتأثر عليه وهذا يعني طبعا أثبت علميا ودائما الأطباء بحذروا من هذه الشغلة كثير جدا دكتور أمين الاحتياطات اللي احنا بنحكي عنها دائما لازم نأخذها بعين الاعتبار ولكن بمجرد وصول الطفل إلى المستشفى ما هي الإجراءات اللي احنا نتبعها طبيا وشو العلامات اللي بندور عليها طبعا يتم تقيم الطفل بشكل عام من قبل الطبيب يتم فحص المعطيات جميعها مع التركيز على الفحص للجهاز العصبي طبعا دائما المفروض أنه نفحص العينين بشكل جيد البؤبؤ طريق التجاوبه مع الضوء أو حجمه واختلاف الحجم من عين إلى أخرى قد يكون دليل لوجود ضرر ضرر ما في داخل الجمجمه قد يقرر الطبيب أن هناك ضرورة لإجراء بعض الصور صور أشعائية بالضبط يعني نكون أشعاء عادية أو صورة طبقية دعم دائما الأهل دكتور أميلا من بيجو بقولك أنا بدي أصور ابني بدي أصور ابني طبعا إحنا الأطباء مش دائما يعني بالرد على الأهل بحكم إحنا عارفين شو الخط أو شو اللي إحنا بنا نعمله وشو الدافع عندنا أعمل صور لأنه في النهاية أشعة متى نلجأ إلى الاستخدام الأشعة في التشخيص يعني قلبي بدي أقوله أنه الأشعة العادية مش هي المشكلة صحيح ممكن يعني طبع مني أنه ما فيش في كسر بس كما مرضو تعطنيش التشخيص الكامل لا لا ما فيش ضمان إنه داخل الجمجمة إنه ما حصل ضرر المشكلة في الصورة الطبقية عند الأطفال خاصة اللي أقل من سنتين إنه مقدار الأشعة كبير لدرجة إنه بالدراسات ثبت إنه هدول الأطفال اللي بتعرضوا للصورة الطبقية لهذا النوع من الأشعة ممكن بعد ثلاثين سنة يكونوا عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من السلطانات نعم وكله بيعتمد على العمر اللي بتعرض في الطفل لهذا النوع من الأشعة لو كمان دكتور أمين يعني يعني في أطفال بوقعوا اليوم بوقعوا بعد أسبوعين بوقعوا بعد شهرين كمان يعني طبيعتهم مش ما أقول كل مرة بنمسك الطفل وندخله في جهاز السيتي عشان رغبة الأهل وما فيش عندنا منطلقات طبية كمان لهذا الموضوع طبيعي فالطبيب في عنده المفروض يكون عنده عادة يعني هذا ما يتبع إنه فيه بروتوكول متى يتم إجراء تصوير طبقي للرأس للدماغ عند الطفل شي طبيعي الطفل اللي عمره قل من ست شهور الطبيب بيكون ميال أكتر إنه يعمله صورة إذا فيه ما يدلل على إنه هناك عصابة بالرأس الطفل اللي عنده عراض شديدة استفراغ متواصل اللي عنده أي عرض بيدلل على إنه فيه عصابة في الجهاز العصبي نتيجة الفحص اللي بكون فيه الطبيب أيضاً الطفل اللي عنده فقدان للوعي أيضاً هذا الطفل اللي الصورة الطبقية بيكون مبررة لأنه أيضاً بالوقت اللي إحنا بنتحدث إنه الصورة الطبقية قد تكون ضارة وهي بالفعل ضارة ولكن فيه لها مبرر طبي فيها داعي لأنه إذا ما ما اكتشفنا نزيف أو تلف في الدماغ بالوقت المناسب ممكن الطفل إنه يدفع ثمن صحيح ومن هون بنقول لكل الإخوة يعني أنا ريت والأخوات طبعاً هو دائماً الستات والهم اللي بكونوا أكثر يعني انفعالاً فيك مواقف عند اللجوء إلى المساعدة الطبية عند الطبيب عليكم بترك هذا الموضوع للطبيب من أجل التقييم الصحيح لأنه الصورة الطبقية في إلها مضار ولكن كمان في إلها فوائد لما إحنا بنشخص اللي بيقرر هو الطبيب بالتالي ابنكم ممكن اليوم يوقع كمان شهر يوقع كمان بعد ثلاثة شهر لا يعقل إن احنا كل مرة راح نعرضوا لصورة لكمية أشعة في الجهاز الطبقية إلا للضرورة الطبية وعند وجود بعض الظواهر دكتور أمين إيش الفرق مبين يعني عشان الناس تعرف إيش بتفيدنا يعني ليش بنقول ما نعملش صورة عادية ونعمل طبقية لا فيه فرق كبير لصورة الأشياء العادية مش رح تعطينا أي فكرة عن ما ما يحدث داخل الجمجمة نعم يعني ممكن نشوف العظم ممكن نشوف الأنسجة اللي موجودة حوالين العظم ممكن نشوف إذا فيه كسر في العظم ولا لا لكن الصورة الطبقية بتعطينا فكرة عما يدور داخل الجمجمة يعني منشوف بالإضافة للعظم إذا فيه كسر ولا لا منكون قادرين على دراسة وضع الدماغ مادة الدماغ في الداخل إذا فيه نزيف أم لا إذا فيه تجمع سوائل غير عادية أم لا فالوضع مختلف الصورة الطبقية مهمة جدا وبتعطينا فكرة فكرة يعني واضحة عما حدث أو يحدث داخل الداخل الجمجمة نعم هي أكثر تشخيصيا وأكثر دقة وأكثر معلوماتيا عن ما يحدث في داخل الدماغ طيب دكتور أمين يعني طالما بنحكي عن الصورة الطبقية وبنحكي عن السخوط برأيك يعني كل أديش الطفل يعني فيه ناس أحيانا بيسألونا كل أديش لازم يتعرض أنه يعمل صورة طبقية نتيجة حجم الخطر اللي بنحكي عنه هو الإش المثالي أنه ولا مرة الإش المثالي ولا مرة طبعا يعني الطفل الأقل من سنتين اللي بتعرض لصورة طبقية للدماء نعم فيه احتمال واحد على 1500 أن يصاب بسرطان في كبره خلال التاتة طبعا نعم اللي العقود التالية فالأمر مهم جدا يعني أنا بتكلم خاصة عن الأطفال صغار السن اللي أقل من سنتين يعني شخص بالغ الخطر قد يكون أقل من ذلك صحيح يعني فأنا بتكلم عن الأطفال الأقل من سنتين اللي هم عرضة أكتر لإصابة بالضرر نتيجة تعرضهم للصورة طبقية هو كمان دكتور أميم لازم ناخد بعين الاعتبار أنه اللجوء إلى الطبيب بحل كثير من القضايا وخصوصا أنه الطفل لما بوقع ممكن يكون محدش شايفه هلأ قد يكون الظاهر لأنه ماكن ضرب براسه بس ممكن يكون ضرب كمان في حفة إشي في عنده نزيف داخلي في عنده مشاكل في البطن في النزيف في اللئتين مش هيك دكتور أميم ولا طبعا إحنا ركزنا على الإصابات الرأس لكن أي حادث أي حادث قد يكون عند الطفل إصابة أخرى في الجسم إصابة أخرى في البطن في السدر بالإضافة أو بالأطراف بالإضافة للإصابة الرأس فهذا مهم جدا ودائما يقوم الطبيب بفحص شامل للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى في الجسم عنده قدوم أي طفل أو أي مريض بشكل عام نتيجة إصابة طيب كيف إحنا عالة بنعالج الدربات هذه دكتور أميم يعني غالبا ما بنطلب من الأهل مثلا نبقوا بالمستشفى شو الهدف عشان الناس تعرف ليش إحنا طبيا بنخلي الطفل في المستشفى شو الهدف منها وشو لازم نعمل شو زملائنا كمان الأطباء المقيمين في المستشفيات شو العلامات اللازم يرقبوها خلال فترة بقاء الطفل في المستشفى هي أمشي مراقبة الطفل للتأكد من عدم ظهور علامات نتيجة إصابة الرأس أو حدوث ورم في الدماغ مثلا نقول عنها قديمة أو في بعض الأحيان لا يتأد يعني ما بنعملش الصورة الطبقية ومنخلل الطفل نكتفي أنه نراقب الطفل نعم وهذا مهم جدا نعم وعشان هيك إحنا بنقول للأهل خلوا الطفل بنراقب وما رح نعمل له الصورة لأنه زي ما تفضلت في الأول أنه بجوز المراقبة تغنينا عن الصورة اللي ممكن تكون الضر الطفل طبعا طبعا وأثناء المراقبة نعم قد يتغير القرار لعمل الصورة صحيح لأنه قد تظهر هناك علامات تبرر عمل الصورة الطبقية نعم شيء طبيب دكتور أمين إحنا وقتنا أدركنا حاولنا بشكل سريع جدا نعرج على كل المواضيع نصيحة أخيرة بقولها الدكتور أمين لكل الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات طبعا ننظر للعالم من دار الطفل بدنا المحيط اللي بيكون عايش فيه الطفل اللي يكون آمن نعم نأمن محيط آمن لطفلنا في البيت حوالين البيت في الشارع في البلد بشكل عام يعني هذه الرسالة اللي أنا نعم 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 عن المحيط خارج البيت نعم من بلديات صحيح ودفاع مدني إلى آخره دكتور أمين شكرا جزيلا لوجودك معنا ومعلوماتك قيمة دائما وأبدا أنت أستاذنا جميعا ونحن ننهل من العلم اللي عندك إحنا وكل مشاهديننا شكرا جزيلا شكرا لإستضافتي شكرا عزيزي المشاهدين قبل ما نختم حلقتنا اليوم برجع بأكد عن اللي قاله الدكتور أمين بأن الأطفال هدو الأماني عنا يجب أن ننظر إلى العالم من عيونهم والرسالة اللي وجهها الدكتور أمين كمان مرة بوجهها مش بس للأهالي ومش بس للأمهات يعني إعطاء الطفل خلينا نقول اهتمام أكبر وإنما كمان لأنه الطفل بطلع بروح على الحضانة بروح على المدرسة ممكن حتى أطفالنا اللي أكبر شوي يمشوا بالشارع بدنا كلنا نحافظ على أطفالنا ونخلق بيئة سليمة لصحة سليمة عند أطفالنا طبعا إحنا بنتمنى الصحة وسلامة للكل ولكن ضربات الرأس برجع ومذكر عليكم برجعة الطبيب فورا في حالة حدوث بعض الأعراض الجانبية مثل التقيع اغماء أو التشنجات من أجل التشخيص وما تستعجلوش وما تطلبوش من الدكتور يعمل الصورة الطبقية لأنه لن يكون صورة طبقية إلا بقرار طبي وأهتجه لكل زملاء الأطباء ما تنجروش وراء الأهل إلا بقناعاتك الطبية لما فيه مصلحة الطفل في نهاية حققت اليوم أنا الدكتور أشرف طاقم العمل ماي أشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة